هونتروند السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأضطر مصدر ومرجع المعلومات هونتروند مستعمرة بريطانية متونا من جزيرة صغيرة تحمل الاسم نفسه هونتروند وتشكل جزءا من شبه جزيرة طولون والإعقاليم الجديدة وشبه الجزيرة هذه تتصل بالصين وتتضمن تذايت جزيرة لانترون وعددا من الجزر الصغيرة والمساحة الإجمالية لشبه الجزيرة وللجزر المباثرة حولها تبلغ 1031 تيلومت مربعا 398 ميلا مربعا لاتن جزيرة مستعمرة هونتروند لا تحتل من هذه المساحة سوى 75 تيلومت مربع 29 ميلا مربعا فقط فيكتوريا العاصمة وطولوند أهم مدينتين في هونتروند وتعرفا بازدحامهم السلطان التثيف وحركتهم التجارية تدرى عدد السلطان هونتروند بنحو مليون وستمائة ألف نسمة عام 1941 ميلادي أي في بداية احتلال اليابان للجزيرة ولكن عند انتهاء هذا الاحتلال عام 1945 ميلادي هبط هذا العدد إلى نحو 600 نسمة ليعود ويرتفع بواتي سريعة بعد أن استلم الشيوعيين السلطة في الصين الشعبية عام 1945 ميلادي إذ لجأ لألاف من الصينيين إلى هونتروند أغلبية السلطان من أو الصيني واللغة الأساسية هي الصينية وتأتي الإنجليزية بعدها يتمحور النشاط الارتصادي للبلاد برمته حول ميناء هونتروند الذي هو ميناء حر لا رسوم جمرتية فيه إلا على بعض الصلاع القليلة حيث تعبر بضاء من العالم تعطبة وتجعل هذا الواقع من ميناء هونتروند أرثر مواني العالم تجهيزا ومنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية نامت في هونتروند صناعات تثيرة القطن الأقميش المواد البلاستيتية أجهزة تهربائية وإلترونية وتانى لوفرة ليد العامل الرخيص والمتعنى في الورد نفسه وللضرائب القليلة أن يفسر هذا لإنتاج الصناع الضخم الذي يعرفه العالم والذي يحمل علامة صنع في هونتروند أما القطع السياحي فبيتزايد سنوي وأما الزراعة فهنا تنسبة ضعيلة جدا من الستان تعمل فيها حيث تزرع الخضار وتربى الخنازير والدواجن وتستورد هونتروند من الصين أربع تنمية من المواد الغذائية فيما عاد السمت الذي تصطاده بنفسها ضمت بريطانيا جزيرة هونتروند إليها في العام 1841 ميلادي وأيدت معادة نانتروند هذا الضم القصري في السنة التالية ثم ضمت إليها شبه جزيرة طولون عام 1861 ميلادي بناء على اتفاقها مع الصين ثم ضمت الإقليم الجديد على أساس استعجاره من حكومة الصين لمدة 99 السنة في عام 1898 ميلادي وأصبحت هونترون قاعدة بحرية للأسطول البريطاني وكان يدير شؤونها حاتم ومجلس متوى من تسعة عضاء عند دخول اليابان الحرب في السابع تانون الأول ديسمبر 1941 ميلادي بدأت مباشرة الغارات الجوية على الجزيرة محاولة تدمير الأسطول بها وفي الحادي عشر تانون الأول ديسمبر اضطرت القوات البريطانية للانسحاب من مراتزها المتقدمة ثم أخليت طولون ويشتد الحصار على الجزيرة في الخامس والعشرون تانون الأول ديسمبر وقد استمر الحكم الياباني لهونترون حتى 30 أبو أستوس 1945 ميلادي وثلاث الفترة التي جاءت بعد قيام جمهورية الصين الوطنية عام 1949 ميلادي سلسلة من الاضطرابات ضد الاستعمار البريطاني بلغت ذروتها خلال عام 1967 ميلادي وهونترون حالياً 1993 ميلادي عوض في الكومو نورث وإنتانت ما تزال مستعمرة بريطانية خاضعة لسلطة الماليتا التي يمثلها حاتم عام على البلاد ويقدر عدد سلطانيا بنحو أربعة ملايين نسمة ومشتلة الاستان أهم المشاتل التي تعترض حتوماتها ففي عام 1972 ميلادي وضع مشروع يؤمن الساطن لنحو 1.8 مليون نسمة وانجز في عام 1985 ميلادي وعلى الرغم من أن المجلس الاشتراكي في هونترون كانت تصوت في آذار مارس 1983 ميلادي على توصية طالب بعدم توقيع اتفاق بين بريطانيا والصين قبل إخضائي للمناقشة في إطار المجلس فقد استمرت المفاوضات بين بريطانيا والصين على مستقبل هونترون بعد العام 1997 ميلادي وهو الموعد الذي ينتهي في عرض الإيجار البريطاني للمستعمرة وتتثفت خاصة على يد وزير خارجي البريطاني جيفري هاو والمسؤولين الصينيين بعد زياد تاتشر للصين في خريف سنة 1962 ميلادي وصولا إلى الشهر الآخر من سنة 1984 ميلادي حين اطر مجلس العموم البريطاني اتفاق هونترون ووطعته رئيسة الوزراء ماردريد تاتشر في التاسع عشر تانون الأول ديسمبر 1984 ميلادي أثناء الزيارة لها إلى بيتين ويسمح الاتفاق لهونترون بالمحافظة على نمط حياتها الرأسمالي خمسون سنة على الأقل بعد تسليمها إلى الصين عام 1997 ميلادي يقوم نظام الحط في هونترون على أساس حاتم عام يعينه التاج البريطاني ويعاونه مجلس تنفيذ مكون من خمسة بحكم مناصبهم وسبع آخرين بينهم ثلاثة صينيين وبريطانيين وبرتغالي واحد ثم مجلس تشريع برئاسة الحاتم العام يتألف من 12 عضوا من الموظفين الرسميين و13 عضوا من غيرهم بينها أولاد تسع صينيين وثلاثة بريطانيين وهندي واحد العملة دولار هونترون ويستوي شلنا وثلاثة بنساد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد ومبارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد المترجم للقناة